يعني في البداية أنا الحقيقة سعيدة جدا بفكرة أنه توثيق نصر أكتوبر بصور موجودة وفيديوهات يعني ممكن إحنا حقيقة دلوقتي كمان في أمس الحاجة أن إحنا نرجع نقص عليها دلوقتي في أمس الحاجة أن إحنا نفتكر هذا النصر ألهام ونعرف تفاصيله ونعرف قد إيه جيه بشبسولة جيه بشق الأنفس وجيه من خلال تخطيط ليه لسنين عايزة أعرف من حضرتك رحلتك في جمع وتوثيق الصور وكل المواد اللي حضرتك قدرت تجمعها عشان توثق حرب أكتوبر بسم الله الرحمن الرحيم أنا بعمل على فكرة الزاكرة البصرية يعني أو تحديدا الزاكرة الفوتوغرافية وده مشروع خاص حتى الآن يعني أتمنى طبعا أن الدولة تشارك فيه بشكل جبير وخاصة أن وزارة الثقافة أنا بعمل على مشروع عن توثيق الحركة الوطنية المصرية ومن ضمنها حرب أكتوبر يعني قدمت مئة عام على صورة 19 في مجلد تسكاري نفس المجلد كان اسمه الصورة الأم فكرة أننا نشتغل على حرب أكتوبر دي فكرة أنا بدأت فيها من سنتين وكان الهدف حاجة واحدة أن الحروب في العالم الحديث ما عددتش فكرة القوى الخشنة فقط القوى النعامة أيضا تلعب دور كبير في العملية وبالتالي الاستهداف الرئيسي دائما لأعداء الأمة في ضرب الهوية الوطنية ضرب الهوية الوطنية أول شيء فيه هو أنك تنسى تاريخك وبعد كده بيصنع هو تاريخ آخر اسمه التاريخ الموازي بحيث أن مع تكرار هذا التاريخ يصبح إيه في الآخر الناس بتعرف التاريخ الموازي وبالتالي التاريخ الحقيقي بيتوارى للأسف وبيتراجى مهمة الأمم هي إعادة سيارة فكرة الزاكرة الوطنية وده موضوع للأسف يعني موضوع مسهل لأنه موضوع شاق جدا بيحتاج إلى جمع أولا مسألة الكليكشن نفسه ومسألة التحقيق والتوصيق يعني لما جاء أقول صورة أنا جبت صورة بس مين اللي واقف في اليمين وين اللي واقف في الشمال وإيه موقف الصورة والاجتماع ده كان فيه إيه والسطوري بتاع الموقف نفسه يعني إحنا إزاي الصورة دي وصلت وبقت صورة مهمة بالتأكيد اللقاء كان لقاء مهما فأنا اشتغلت على ده قبل ذكرى اليوبيل الزهبي يعني بالزبط من حوالي ثلاث سنين واشتغلت عليها بتجميع كبير يعني كنت حتى بجمع مش الصور وبس والمنشطات الصحف والمجلات وراء والآخيري إضافة إلى فكرة الشهادة التاريخية وفكرة الشهادة دي في العالم كله فيه حاجة اسمها الأورال هستري أنك التاريخ الشفاهي أن احنا زي اللقاء اللي أنا مع حضركه دلوقتي أن احنا بنسجل مواقف لناس معاصرين ومهمة الجهة المسؤولة أو المتولية للجامعة أنها تجيب الشهادات دي فقط وتصنع بيها مكتبة أركايف كبير بعد كده هيأتي ناس تانية هتشتغل على فكرة نحقق هذه الشهادات يعني الشريف كان بيتكلم صح ولا بيدعي هل هو حقيقة ولا كذب هل هنا مبلغة أو غير مبلغة